تتم سئلة مقابلة الزواج في امريكا اما في سفارة الولايات المتحدة او تتم داخل الولايات المتحدة ويختلف مكان المقابلة حسب مكان اقامة الازواج فالازواج المقيمين خارج امريكا تتم المعاملات الخاصة بهم في السفارة اما الازواج المقيمين في امريكا فتتم مقابلات الزواج الخاصة بهم داخل مكاتب سلطات خدمات المواطنة والهجرة الامريكية بشكل عام تختلف الأسئلة من شخص إلى شخص آخر ولكن أسئلة اليوم اعتمدنا في جمعها بناء على مقابلات سابقة الهدف من مقابلات الزواج الأمريكية الهدف من هذه المقابلات هو الحصول على الجيرين كارد الأمريكي بالنسبة للشريك غير الأمريكي وذلك للتأكد من مصداقية الزواج وأن الزواج في أمريكا ليس زواج لغرض المصلحة والحصول على لقامة الأمريكية فقط وبالتالي يتم تحديد هذه المقابلات للتأكد من رغبة الأشخاص في الزواج في أمريكا إسئلة مقابلة الزواج في أمريكا تنقسم أسئلة الزواج في أمريكا للحصول على لقامة الدائمة لعدة أشياء متعلقة بحياتك أنت وزجتك بشكل دقيق وتدور الأسئلة بداية من حفل الزفاف وحتى تفاصيل منزلك وكيفية التعارف بينك وبين زوجتك بداية التعارف بينك وبين زوجتك واحد كيف كان اللقاء الأول بينك وبين زوجتك اثنان متى كان اللقاء الأول بينكم ثلاثة كيف بدأت العلاقة هل بسبب العمل أم لقاء عابر أربع من كان أول من تحدث مع لآخري خمسة هل كان اللقاء الأول بينكما مجرد صدفة ستة أين كان أول لقاء بينكما وهل كان اللقاء الأول في مكان عام أم في مكان خاص ثمانية كم استغرق الأمر بينكما للانتقال للعيش في مكان واحد تسعة منذ متى وأنتم تعيشان في مكان واحد عشر هل تخرجون معنا بشكل دائم أحد عشر متى كانت آخر مرة خرجتم فيها معنا اثنى عشر هل لديكم سجل هاتف ثلاثة عشر هل لديكم صورة فوتوغرافية اسئلة حفل الزفاف واحد أين أقمتم حفل الزفاف الخاص بك اثنان ما هي الوسيلة التي وصلت بها إلى حفل زفافك وما هي الوسيلة التي وصلت بها زوجتك أم هل وصلتم سويا ثلاثة من قمت بدعوتهم في حفل زفافك أو من أبرز من قمت بدعوتهم أربع شرط سفلية أين قضيتم عطلة زفافكم خمسة أول شاء قمتم به بعد انتهاء عطلة الزفاف أسئلة حول المنزل والحياة واحد هل تعيش في منزل خص بك أم مبنى سكني مشترك اثنان عدد الطوابق في المنزل السكني المشترك الذي تعيش فيه ثلاثة عدد الغرف في منزلك أربع كمم تدفع إيجار لمنزلك كل شهر إذا كان مستأجرنا خمسة كمم اشتريت منزلك إذا كنت تمتلك منزلا ستة كمم عدد أجهزة التلفزيون في منزلك سبعة كمم عدد الأجهزة الكهربائية في منزلك ثمانية ما هو راتبك تسعة ما هو راتب زوجتك عشر ما هو عمل زوجك أحد عشر ما هو عملك اثنى عشر هل لديك حساب بنكي ثلاثة عشر هل لدى زوجتك حساب بنكي أربعة عشر هل تمتلكون إقرارات ضريبية مشتركة اثنى عشر هل لديك حساب بنكي ثلاثة عشر هل لدى زوجتك حساب بنكي أربعة عشر هل تمتلكون إقرارات ضريبية مشتركة العائلة وأسئلة عامة حول الحياة واحد هل لدى زوجك أصدقاء كم عددهم اثنان هل لديك اخوة كم عددهم ثلاثة هل لدى زوجتك اخوة كم عددهم اربعة هل والديك احياء خمسة هل والدي زوجك احياء ستة هل تزوجت سابقنا هل تزوجت زوجتك سابقنا سبعة اذا تزوجت سابقنا لماذا انفصلت عن زوجتك السابقة ثمانية اذا كانت زوجتك الحالية متزوجة سابقا لماذا انفصلت زوجتك عن زوجها 9 ما هي أسماء أخوتك 10 ما هي أسماء أخوة زوجتك 11 ما هو اسم مدير زوجك في العمل 12 ما هو مدير زوجتك في العمل اسئلة مقابلة الزواج في السفارة الأمريكية الكثير من هذه الأسئلة يتم طرحها عند مقابلة السفارة الأمريكية لكن هناك أسئلة بارزة تطرح في مقابلة الزواج في سفارة أمريكا مثلا 1 كيف تعرفت أنت وشريك الأمريكي اثنان لماذا ترغبون في الزواج ثلاثة ما هي مدة علاقتكم اربعة هل زارت زوجتك او زوجك لامريكي بلدك سابقنا خمسة هل قمت بزيارة امريكا سابقا هذه ابرز الاسئلة التي تطرح في السفارة والتي بناء عليها يتم منح الشريك غير الامريكي تأشيرة هجرة للولايات المتحدة او رفض طلبه ايضا قد تتم المقابلة في السفارة الامريكية بحضور الزوجين ووجود الشريك الامريكي في مقابلة السفارة افضل خيار طالما الشريك غير الامريكي لا يزال في بلده نظرة على الاسئلة بعض اسئلة مقابلة الزواج في امريكا الهدف منها معرفة مقدرتك المالية ومستواك العملي والعلمي وهذا امر هم جدا لان مستواك المادي كلما كان جيدا فهذا يشكل فارقا كبيرا في رغبتك في الهجرة لامريكا حينها سوف تقوم السلطات باجراء مقابلات منفصلة للشريكين للاطلاع ومقارنة الاجابات الخاصة بنفس الاسئلة بين الشريكين قبل التوجه لمقابلة الزواج بامريكا قبل ان تكون انت وزوجتك وجهنا لوجه مع اسئلة مقابلة الزواج في امريكا يجب الاستعداد جيدا للمقابلة ويجب معرفة الاشياء المشتركة بينكما والتي يمكن السؤال عنها من خلال مراجعة سئلة مقابلة الزواج في امريكا في الاعلى بشكل جيد في النهاية لا يتم طرح كافة الاسئلة المذكورة خلال السطور لسابقة ولكن يتم الاختيار من بين هذه الاسئلة ايضا قد يتم طرح اسئلة اخرى